أو النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية هناك عدد من الأحكام يحتاج المسلمون أن يعرفونها في ظل غياب النبي مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم يصطفيه الله تبارك وتعالى لا يختاره الناس فحيث لم يكن للمسلمين نبي فلابد أن يتعلم الناس كيف يختارون حاكمهم لأنه لن نصطفي نبياً ولن ينزل علينا وحي من السماء باختيار الحاكم فلابد أن نتعلم من سيرة قوم هم بشر ليسوا بأنبياء كيف يختارهم المسلمون ليكونوا حكاماً عليه الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي فهو في سيره صلى الله عليه وسلم إن فعل خلاف الأولى أو فعل يعني ما يوجد ما هو أفضل منه أو حتى أخطأ سياسة فينزل الوحي بتصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن حيث سيموت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله فإنك ميت إنهم ميتون فلابد أن يعرف المسلمون كيف يمكنهم أن يحكموا في فترة انقطاع الوحي يعني من يحكم المسلمين لا بد أن يكون للمسلمين نموذج ينظرون إليه يهتدون به يقتدون به وهو نموذج بشري منقطع عن الوحي الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي موصول بالسماء فلا يملك مسلم أن يخالفه لا في اجتهاده ولا أن يصل بهذه المخالفة والمعارضة إلى حد القتال مثلا أو الخروج فمن يقاتل النبي ليس مجرد معارض وإنما من يقاتل النبي فهو كافر يكفر ويرتد بهذا فالنبي هو صاحب الدين فكان لا بد للمسلمين حيث سيموت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم فترة نموذجية مثالية تمثل القدوة التي يقتدون بها ويهتدون بها في حال عدم وجود النبي فيكون المعارضة لهذا الحاكم البشر الذي يجتهد برأيه وبالشورى الذي لا يرتبط بالوحي وقد يصيب وقد يخطئ لا بد أن يكون للمسلمين فقه في التعامل مع هذا الحاكم في معارضته حتى في الخروج عليه فكل هذا هو أمر لم يكن يتصور أن يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا بد من وجود فترة يحكم البشر فيها المسلمين يقتدي فيها المسلمون بهذه التجربة فلذلك من تمام الدين أن يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين